موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدينا صباح الإيجابية والنشاط والسعادة التي تمبعث من نفوسنا في بداية يوم جديد من هذا الأسبوع حلقتنا اليوم تضم في طياتها الكثير من المواضيع والمعلومات المتنوعة التي ستثري حصيلتنا الفكرية ونتمنى لكم ساعة من الفائدة والمتعة في هذا البرنامج وهو برنامج صباح الشرقية والآن مشاهدينا ننتقل لأهم عنوين حلقتنا اليوم موسيقى كيفية إدارة الغضب والتخلص منه موسيقى أساسيات التصميم الداخلي وقواعد الديكور موسيقى وأخيرا محمية الحفية متنفس للأطفال وعائلاتهم موسيقى إذا مشاهدنا كانت هذه عنوين حلقتنا اليوم بعد ما اطرقنا عليها هذا بالإضافة إلى الكثير من التقارير والفقرات المميزة لدائما ما يحرص على تنفيذها فريق العمل وجولات السياحية فنتمنى لكم ساعة من المتعاول فائدة برفقتنا ودائما ما نستهل هذه الحلقة بمعرفة آخر الأخبار المحلية المتعلقة بالإمارة الباسمة إمارة الشارقة وجولة سريعة للأخبار أو الصحف المحلية ونبدأها من صحيفة الاتحاد الشارقة للكتاب أربعين يختتم فعالياته بمليون وتسعة وستين زائر من مئة وتسعة جنسيات بتسجيل تاريخ منجز جديد للثقافة الإماراتية والعربية وإعلانه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام 2021 أزدل معرض الشارقة الدولي للكتاب الستار على فعاليات دورته الأربعين التي أقيمت خلال الفترة من الثالث إلى الثالث عشر من نوفمبر الجاري تحت شعار هنا لك كتاب مستضيفا مليون وستمائة واثنان وتسعين ألفا واربعمائة وثلاثة وستين زائرا من مئة وتسعة جنسيات اجتمعوا على مدار احدى عشر يوما لمتابعة جديد إصدارات الف وستمائة واثنان وثلاثين ناشرا من مختلف أنحاء العالم كشفت إحصائيات المعرض أن أكثر من عشرين ألف شخص زاروا المعرض يوميا وأكد أيضا المعرض مركزي الدوره في الثقافة العربية والعالمية بعدد جنسيات زواره إذ استقبل زوارا من مئة وتسعة جنسيات تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الهند ومصر وسوريا والأردن وباكستان والعراق والفلبين والمغرب وتونس والسودان والجزائر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والنمسا وأمريكا وكندا وغيرها من الدول إذا مشاهدين وانتقالا من عرس الشارقة الثقافي إلى الخبر الثاني من صحيفة الخليج تمديد استقبال ترشيحات الشارقة لمناصرة اللاجئين مددت القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها فترة استقبال طلبات مشاركة فالدورة السادسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين لعام 2022 إلى 30 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بهدف فتح المجال لأكبر عدد من المشاركات وتستقبل الجائزة التي تنظم سنويا منذ عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترشيحات المؤسسات والأفراد المنظمات الإنسانية في آسيا وأفريقيا من الذين قدموا خدمات استثنائية للاجئين والمهاجرين قسريا عن بلادهم وتركت آثارا إيجابية مستدامة في حياتهم بشكل عام وعززت من قدرتهم على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم وتحضل جائزة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة وقرينة تسمو الشيخ جواهر بن محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي وهي مساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير ولا يتم احتساب قيمة هذه الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة إذا مشاهدين وانتقالا إلى الخبر الأخير أيضا من نفس الصحيفة الكهرباء وإذاعة الشرقة تبحثان تعزيز التواصل مع الجمهور عقدة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشرقة اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع هيئة الشرقة للإذاعة والتلفزيون في مقر الهيئة لبحث سبل التعاون المشترك لمساهمة في تطوير الخدمات والتغلب على التحديات ووضع الخطط المستقبلية لخدمة سكان الإمارة الباسمة وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور حضر الاجتماع سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشرقة وعبدالله الشامس المدير التنفيذي للهيئة وعدد من مديري الإدارات ومن جانب أيضا هيئة الشرقة للإذاعة والتلفزيون محمد خلف مدير عام الهيئة وراشد العوبد مدير الهيئة وعدد من المسؤولين وأكيد الناس مختصين وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشرقة أن الهيئة تحرص على التواصل الفعال والمباشر مع جميع المؤسسات والهيئات في إمارة الشرقة ومنها هيئة الشرقة للإذاعة والتلفزيون والتنسيق للتعرف إلى التحديات والعمل على التغلب عليها وتطوير الخدمات تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشرقة رئيس المجلس التنفيذي إذا مشاهدين الجميع يتكاتب في إمارة الشرقة شراكة المجتمعية أيضا موجودة والهدف منها تكون لهذا أو مصلحة هذا المواطن والمقيم في إمارة الشرقة والمدن التابعة لها هذه كانت جولة سريعة للأخبار المحلية الموجودة عندنا والآن ننتقل وإياكم إلى معرفة درجات الحرارة وحاطة طق صلال اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن مؤمارة دولتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مشاهدين بعد ما تابعنا درجات الحرارة وما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا الصباحية المتنوعة والمختلفة من نوعها والآن ننتقل لزميلنا وديع محمد وبنتابع جولته في سوق السمك من مدينة خرفكان وبعرفنا على الأنواع المتوفرة في هذا السوق وآخر الأسعار دعونا مشاهدين نتابع وديع ونرجع من بعده صباح النور زملائي في الستيديو وصباح جميل لكل من يتابعنا عبر قناة الشرقية من كلباء وبالأخص في برنامج صباح الشرقية متواجدين مشاهدين الكرام في سوق السمك في مدينة خرفكان نتعرف على أسعار الأسماك لهذا الأسبوع ونبدأ عند أول دتشة عند بو منصور بو منصور يعطيك العافية تخبارك بخير ورحمة الله سعد الله صباحكم جميع إن شاء الله صباحك بو منصور البداية بنتعرف على موسم الأسماك حاليا شو من أسماك حاليا موسمها؟ الحين كل السمك موجود كل السمك بس فيه بس فيه نوع تي لكن لحمها الحين غض زيش؟ لأنه يحبلها متسوي حبول لما نيجي السمك فيه حبل يطلع البروتين من جسم السمك يروح للحبل فتهزل فيه نوعين أو ثلاثة من أنواع السمك هذا ما نبيعها هني لو هي بعد ما نشتري نحن نبضي الأشياء الطرية اللي ممكن يستفيد منها اللي يشتريها يعني ما شاء الله القباب على كم؟ القباب على 30 القباب على 30 نعم، هذه كيلsilون وصال اللي، الشيش والجيش والمجموعة الصال كلها على 25 الصال والجيش على 25 ما شاء الله هذا البعد كل الصيد اليوم؟ كل اليوم، هذا اللي ترونه تعالى ع الطاوله هذة كل اليوم وهذا حمامة العيش حلوايو وهذه أغلى سميتشة وأفضل سميتشة هذه الكيلو مالها 45 ليش أفضل سميتشة هذه؟ هذه حتى رأسها تاكلها العظم مالها هش وما في مكان حق العظام في الجسم كلها لحم تنفع كل أنواع لكل؟ كل أنواع الطب تنفع لي هذه السميتشة ومتازة وتصلح حق الصالونة والمجبوس والمقلي والمشول ما شاء الله تبارك الله وفي عندنا الكوفر 35 كيلو كوفر على 35 ما شاء الله تبارك الله وقعد كوفر عندك من الكوفر صغير والكبير نفس الشي صح؟ نفس الشي مجموعة الكوفر كلها في ثلاثة أنواع منه هذا كلها 35 الكيلو ولا الكيلو الكيلو الكوفر على 35 والشعري عندنا هناك مجموعة الحنياية وهذه واحدة بشوي كبيرة حطي ثاني 25 المن 100 يعني المن يعني 4 كيلو لا 4 كيلو بـ 25 لا 100 25 الكيلو 25 درهم الكيلو المن يطلع بـ 100 درهم 100 درهم نعم وعندنا حلويول البابليت اللي هي نفس الزبادي هذه بعد غالية بعد لحمها عظمها هش ممكن معني تاكلها هذا حق المطبق وحق فوق العيت والتحته هذه بعد عظمها هش والكيلو مالها 45 ما شاء الله تبارك الله وكذلك الخباط الخباط على 55 اليوم عندنا مشترى 50 خمس درهم نحط عليه على الفايدة خباط على 55 خمس وخمسين خمس وخمسين ما شاء الله تبارك الله عندك القزقوس القزقوس عندك على كبه القزقوس هذا طريفي هذا الـ 50 درهم هاي الحبة اللي موجودة الطريفي اللي هو في طرف جناحة أسود طرف الجناحة والديل أسود هاي سمونا طريفي هذا أفضل نوع اللي يأخذونا يعني ربعنا وهذا النوع الأنثى اللي أفضل من الذكر يعني نحن أصحاب السمك نعرف الميز بين الذكر والأنثى فالأنثى أفضل حق الجيشيد يعني أفضل لطعمه يكون ألد مشاروه عندك القباقيب هذا اللي تام منها القباقيب هاي من النوع الغالي هاي تي من 35 وفوق ميل بحري يكبر حجمها أكبر من هذا بعد والكيلو مال هاي 40 الكيلو على 40 كيلو على 40 هذا يسمونه بلحم يعني واجب بلحم ما شاء الله إذاك الله القير يبو مصور ما قصر الله يسعد يعطيك العاهية الله يعبر نعم مشاهدين الكرام مثل ما لاحظتوا هذه الأسعار لهذا الأسبوع وأيضا ننتقل لكم زملائي في السيديو كل شكر لك الزميل وديع محمد على هذه الجولات الدائمة والمستمرة في أرواق الأسواق سواء كانت الخضروات والفواكه إلى جانب الأسماق كنت تعريفنا بأهم الأسعار متعلقة وهذه أكيد مشاهدين هذه الفقرات تكون أسبوعية يعني نعرض لكم كل يوم أثنين وأربع من برنامج صباح الشرقية إذا مشاهدين ننتقل إلى فقراتنا المتنوعة وسنتناول الآن موضوع الغضب فهو شعور طبيعي وصحي إذا عبر عنه بشكل مناسب فنحتاج إلى مهارات سلوكية معينة للتحكم بالغضب والسيطرة على الهدوء سنتطرق لموضوع الغضب وكيفية أو كيف ممكن أن نتخلص منه مع الأستاذة موزة عبد الله مدرب تنمية بشرية صبحت الله بالخير أستاذة موزة ويا مرحبا بيتشيانا في برنامج صباح الشرقية أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك يقال بأن الغضب يطفئ نور العقل رحيم فأكيد لها سلبيات كثيرة ولها أيضا إيجابيات يعني إن شاء الله خلال هذه الفقرة أيضا بنذكر هذه الإيجابيات في البداية أستاذة موزة أنا أود منك تعريفنا بما هو الغضب طبعا الغضب هو حالة طبيعية جدا عند الناس يعني هي مش حالة نحن نشوفها بعين لا هذا الإنسان غريب لا هذه الحالة حالة الغضب عند جميع الناس عندك عندي عند الكل ويمكن حتى نحن نذكرها بشكل يومي بدون ما نحس صحيح في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم فهي مذكورة في أكثر يعني في عدة مواقع في القرآن الكريم يعني مثلا والخامسة أن غضب الله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين سورة النور فمذكور الغضب والغضب موجود إذن هل الغضب طبيعي؟ نعم طبيعي في كل الناس عند كل الناس وهو أصلا ردة فعل عن حالة يمر فيها الشخص ويعبر عن نفسه عن اللي في داخله متنفس مثلا ما نقول لكن طبعا الغضب يعني في ناس تكون مثلا غضبها سريع في ناس تغضب بشكل كبير وفي ناس غضبها يعني بطيئة الغضب مثلا ما يقولون يعني هادي يعني الغضب اللي هو اللي اتطرقت فيه الغضب الإيجابي والطبيعي اللي لازم يكون فيه حياتنا نعم طيب أكيد هناك فيه أنواع مختلفة أيضا من الغضب أستاذة موزة دعيننا تطرق إلى هذه الأنواع وكيف ممكن أيضا نتعامل مع هذه الشخصيات وهذه الأنواع الغضب أنواع التعبير عن الغضب في عندنا الغضب المنفجر هذا الغضب المنفجر يعني الله يبعده عنه نعم ويبعد هالأشخاص عنه ليش؟ لأن هذا الغضب يطلع على سلوك الإنسان نفسه يكون عدواني يكون هذا الغضب عن طريق إما أنه بالكلام فيبدأ مثلا إهين إذا عصى بهين أو يلقي بعض الشتائم وغيرها أو يكون يتعدى إلى اللي هو الجسدي أنه يضرب يبدأ في العنف عادة في العنف نعم يبدأ يضرب هذا الغضب المفجر فيه الغضب المكبوت يعبر عن غضبه الغضب المكبوت أو اللي هو نسميه المدفون كيف هذا الغضب؟ إنه خلاص من اسمه مكبوت الشخص شو يكبت ويكبت لا حد ما ينفجر ما يتكلم هذا الغضب شو يسوي صاحبة يؤدي إلى أمراض نفسية أمراض قد تكون جسدية هذا النوع من التعبير عن الغضب خلاص هو غضب بس هو يكبت ما يطلع مشاعره فهالنوعية من الناس تتعرض بشكل سريع إلى أنه تمرض إتيها أمراض اكتئاب أمراض عضوية مختلفة الغضب الأخير اللي هون سميه الغضب السلبي هذا الغضب السلبي في ناس هي تتجنب المواجهة تخاف التواجه تتجنب إنها تواجه فتلاقينها لما تعصب شو تسوي خلاص هي معصب وزعلانة ومتوترة تلاقينها تبتعد شوي 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 عنت أو عن الآخرين تبتعد عن هذين الناس اللي هي معصبة منها تلاقينا قطع هذا الشخص فجأة يقولون فلان قطعني فلان صديقي كان ليش قطعني فجأة بدون سبب صحيح هذا يسموه الغضب السلبي هو قاعد يعبر عن غضب ما يواجه فهو شو يسوي يبتعد يبدأ يهمل يمكن يعني كزوج أو بعض الأزواج أو الأها يبدون مثلا يحملون الطرف الآخر هذا نوع من أنواع التعبير عن الغضب نعم يمكن يبدأ ينقل صورة سلبية يتكلم عنك يبدأ ينقل صورة سلبية عن الأشخاص هذيلا فهذيلا الثلاث أنواع من الغضب فكل واحد يتشوف نفسه وين في تعبيره عن الغضب ويبدأ نعم يتخذ خطوات أخرى أيهما أفضل الغضب السلبي ممكن أن يعني هو من من المعنى يعني غضب سلبي لكن كأفضل للصحة للنفسية حتى الأمور الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية أيهما أفضل لأن مثل ما ذكرت هناك في غضب مكبوط هذه تولد الأمراض النفسية الجسدية حتى في بعض الأحيان انقطاع في العلاقات الاجتماعية فأيهما أفضل نوع السادة موزة هذه الأنواع التعبير عن الغضب كلها أنواع سلبية لأنها صارت يعني تصب سلبي على الشخص نفسه لكن باختلاف درجاتها باختلاف درجاتها أو بطريقة تعبيرها فيه اللي هو الغضب الإيجابي يعني هل يصير نحن ما نغضب؟ لا طبعا مستحيل لكن إذا كان الغضب زاد عن حده بدأنا نحن نشوف في توتر في العلاقات بدأنا نشوف في اللي هو الغضب يأثر على مجال عملنا على محيط أسرتنا على علاقاتنا الاجتماعية هنا نحن لازم نتخذ إجراءات أخرى الغضب الإيجابي لازم يكون فيه غضب يعني غضب البسيط مع الأبناء في بعض الأحيان حتى يكون دافع الغضب الإيجابي نعم صحيح الغضب هذا ما يكون طلع عن الحد المعين السلوكيات اللي نحن تكلمنا عنها أنه يكون مضر لنفسك أو مضر للآخرين الغضب اللي هو ممكن أنت تتحكم فيه في ناس ما تقدر تتحكم يخرج عن السيطرة هذا الغضب اللي هو المنفجر والغضب السلبي والغضب المكبوط هذا خلاص خرج عن السيطرة أما الغضب الإيجابي اللي يكون تحت السيطرة اللي يكون أحيانا مع الأطفال عشان نضبطهم أو مع الموظفي لازم فيه غضب بسيط يعني لازم وبالعكس في بعض الأحيان أشوف الغضب الإيجابي هي دافع هي طاقة يعني مثلا يعني كمثال أستاذة موزة شفت مثلا صديقتي طايحة في ورطة يعني هنا أنا هنا أغضب لكنني أنا هنا بفزع لها ناصح فهني صحيح فهني يكون هذا الغضب غضب إيجابي بحيث أنه يولد أشياء إيجابية ذكرتي ثلاث فئات من الغضب السلبي وصفات هذه الثلاث صفات فنتحدث كيف ممكن نحن نتعامل سواء كان للمنفجر المكتوم اللي ينعزل عن العالم نعم أول شيء نحن لازم الإنسان يعرف نفسه يعرفه هل هو محتاج إلى إدارة فن الغضب هل هو يحتاج إلى أخصائي نفسي أم لا كيف نعرف هذه الأشياء أختي أول شيء لازم هو يفهم نفسه الإنسان لازم يفهم نفسه ثاني شيء ممكن أنه تشوف نفسه هل أنا عصبيتي أقدر أتحكم فيها أم لا مثل ما قلنا هل صارت لي مشاكل في العمل هل صارت لي مشاكل مع أسرتي هل عندي علاقات أنا متوترة سواء مع أهلي مع أصدقائي إذن كل هذه الأشياء في ناس حتى ما تقدر تعبر عن اللي في داخلها فتكتم تكتم لا لازم نحن نبغي شخص تعبر عن اللي في داخلها على أساس تطلع هذا الغضب اللي فيها هنا نحن نبدأ نتعامل مع هؤلاء الأشخاص في الغضب مثلا لو أنا كنت الحين في موقف وكان في مشادة أو كذا أنا في مشادة كلامية كيف أتصرف أول شيء لازم نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشديد ليس بالصرع الشديد من يمسك نفسه عند الغضب صحيح فدائما لما تحضرني هاي هذا الحديث دائما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب فكل ما نتذكرها ونحن في حالة الغضب تهدي 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 ثاني شيء ممكن أن أنا أخذ نفس شهيق وزفير زفير كبير هذا الزفير الشهيق وزفير يطلع الطاقة السلبية اللي فينا ونتذكر أن أنا في موقف قد أكون هذا الموقف لو كان لصالحي ممكن أنا أتنطق بكلمات أو بأفعال تخلي الموقف يصير ضدي وأخسر الموقف نعم فهنا الإنسان لازم يكون حذر ثالث شيء في وقت العصبية تلاحظين أن الإنسان مثلا معرد ممكن يكون نبضات قلبه على ما ظاهرة صحيح صحيح تكون نبضات قلبه زريعة يكون كلامه تلاحظين أنه يرجف أو مثلا صحيح من العصبية حمرار مثلا تلاحظين أنه يمكن يكون يقطع في الكلام أو يتكلم كلام حتى هو مبعارف شو يقول أصلا يعني يمكن أنت بعد ما تنهين الموقف تقولين أنا معقولة قلت هالكلام أي أو أنا ليش قلت هالكلام صحيح لأنك بس أنت محاسة من كثرة العصبية صحيح أو أنا ليش قلت هالكلام قلتي لأن أنت كنت في وقت خلاص أنت بعصبة فكل شي مرتفع الارتباك مرتفع التوتر عندش مرتفع كل شي مرتفع فلازم نحن نهدي هذه الأشياء العصبية من النار كيف نهديها بالوضوء ممكن أن نحن شو نتوضع نروح نتوضع نهدي نسمع نسمع نفكر أن نحن ننسحب نروح نتوضع أو ممكن أن نحن إذا كنا يعني واقفين نقحت صح نغير مكان نغير وضيتنا وضيتنا صحيح ممكن أن نحن مثلا إذا ما قدرنا نتوضع أو أنها ممكن أن نحن خلاص نبدأ فيه اللي هي العد للعشرة أنت تبدين تعديلنا العشرة هذه العد للعشرة يخليك تهدين وكثير كثير كثير فادت هل أقول هل أرد هل أسوي هالشي يعني من بعد الموقف هذا أعد للعشرة لا أنا في الموقف أبدأ أعد للعشرة ليش أني أهدي نفسي واحد اثنين ثلاث هذه الطريقة تهديك تعطيك فرصة أن أنت تفكرين ما تردين بأي رد تندمين عليه يعطيك فرصة أن أنت تريحين تأخذين نفس تأخذين وضعية اللي أنت تتبينها بعدها تردين بالرد المناسب هذه مهارات يعني تعامل أو إدارة الغضب صحيح وجدا جدا مفيدة هذه خاصة العد للعشرة أنش تذكرين نفسك الشديد من يمسك نفسه عند الغضب النفس غيرها فكلها أمور تساعدت أن أنت في في الموقف نفسه تعرفين قاعد تحللين تعطيك هاي العد للعشرة شوفي هي بس عد للعشرة لكن تفرق كثير أن أنت تحللين الشخص اللي قاعد تجدامج ممكن أنت شو تردين شو الرد المناسب شو التفكير المناسب اللي أنت تردين على هذا الشخص نعم طيب في بعض الأحيان وخاصة في مجال العمل لابد وخلال بعض الأيام هناك في شخصيات مثل ما ذكرنا شخصيات مختلفة في أشخاص سريعي الغضب يعني أنت حتى تخافين أن أنت تخاطبينهم أو حتى تحاكيهم فلنطرق لهذا الموضوع كيف ممكن أني أنا أتواصل مع هذا الشخص ومع أني أنا أعرف أنه ممكن أنه في بعض الأحيان ردة يكون يعني رد جارح بما أن شخصيته ممكن تعتبر من الشخصيات الصعبة فكيف ممكن أن نتعامل مع هذا الشخص أول شيء لازم نعرف طريقة تفكير هذا الشخص العصبي يمكن طريقة أنه في أشخاص مثلا ما تحب تكثري عليها الأسئلة فأنت تتين يعني كأسلوب أنت تشوفي أسلوبه وهذا الشخص مثلا في مواقف أتشوف مثلا أشخاص يطلبون شغلة معينة الشخص الثاني من باب أنه يعني يسأل طبيعي يعني مثلا ليش من ومعاك هذا الشخص ما يحب هذا الأسلوب صحيح فأنت تجنبي هذا الأسلوب أنت لازم تعرفين أسلوب هذا الشخص في الحوار أو مدخلات هذه الشخصية كيف ممكن أن أدخل لشخصية هذا الشخص طبعا لازم تعرفين طريقة تفكير طريقة أسلوبه في الحديث تشوفين لأن إذا ما عرفت طريقة أسلوبه فكثير تشوفين مثلا في الحياة الزوجية المرأة أو الرجل مو قادر يفهم طريقة أسلوبه الثاني فصير مشاكل وخاصة في مقتبل الزواج أو بعض الزملاء العمل في مجال العمل تشوفينهم يعني خلاص تشوف بعض ليش؟ لأن كل واحد مو قادر يفهم طريقة الثاني هذا ممكن يكون عصبي وهذا يكون عصبي لا في ناس عادي تتقبل فأنت مهم جدا تعرفين شو مستفزات هذا الشخص في أشياء ما يحبها في أشياء تستفزة في أشياء ثيرة فنحن نبتعد عن هذه الأشياء ممكن أن نحن مثلا حتى في كلامنا معه نكون بشكل سطحي نتجنب مثلا ما قلت نتخافين يعني خذ وعط بس ما في أي احتكاك معه فدائما نحب أن نسطح علاقاتنا مع مثل هذي الأشخاص لحد ما هم يغيرون من أنفسهم أو يدركون أنهم الحين في وضع يعني لازم يحتاجون أنهم يغيرون من وضعهم وحتى نحن نكون في الأخير في بر الأمان في الحقيقة صحيح نتحدث عن أهمية الدورات والاستشارات سواء كانت اجتماعية وحتى النفسية بالنسبة له هؤلاء الأشخاص سريعي الغضب نعم ممكن في ناس سريع الغضب في ناس مشرطة تكون سريعة الغضب في أشخاص يكون عندهم كبت مثلا ما تكلمنا ويحتاجون إلى دورات إدارة الغضب عشان يبدون يعرفون هم كيف يتصرفون وكيف طريقة تعبيرهم في ناس حتى ما تعرف تعبر عن الأشياء اللي في داخلها يتمون يعني هذا يعتمد ليش لأنه في الصغر قد يكون أنه من التربية ما عطوهم مجال أنهم يعبرون عن الأشياء اللي يبغونها فيتمون ساقتين ولو ياهم يعني مثلا أي موقف يتمون معصبين وفي داخلهم يعني يكبت صحيح يكبتون هالشيء فهذه الدورات تخليهم كيف يقدرون يعبرون عن الأشياء اللي يبغونها في أشخاص تعصب لأنها تبغي تخفي خوف وراها يمكن هالأشخاص يعني تخاف فلما يصير موقف تشوفيها تحص تصرخ 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 ليش تصرخ لأنها أصلا خايفة فمو بعرفة كيف تتصرف فتصرخ على أساس أنها تخفي وراها نوع من أنواع الخوف نوع من أنواع الاكتئاب نوع من أنواع يعني الضيد يعني فتبدأ تصرخ كنوع من أنواع ردة فعل دفاعية هني الدورات أو الأخصاء النفسي يساعد أنه لا يتعرف على مشكلته بالضبط وين ويعطي العلاج مناسب ويعطي العلاج صحيح لأن الغضب مو مشكلة التعبير عن الغضب هي المشكلة صحيح في الأخير يعني استمتع جدا بالحوار معاتش الأستاذة موزة الزعابي مدرب تنمية بشرية كل الشكلة شكرا على هذه الفقرات الدائمة وهذه الروح الجميلة في الحقيقة والمعلومات القيمة يعطيك العافية الله عافية ترجمة نانسي قنقر